الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قاموا في الأنبة السبعة نامل في كل زنبلة معتحبا الله ضاعف من يشاء الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتجعون ما أروا فهو منه ولا أذى لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومعفرد خير صدقتي يتبعها أذى الله غني حليل يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أمثله قمس لصفان عليه تراب فأصابه وابر فترقه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا قال الله لا يهدم قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء أرضاك الله وتسبيتا من أنفسهم من أنفسهم كمس لجنة بربة أصابها واهل فآتقل لها بعفين فإن لم يصبها وابلهم فضل الله بما تعملون بسير هل ودف أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تهدها الأنهار له فيها من كل استمرات فأصابه الكبر وله مرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فذلك يدل الله من يشاء فذلك يبين الله آياته من الناس فذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتبكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتهم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمم الخبيث منه تنفقوا ولستم لآخذه إلا أن تومدوا فيه فاعلموا أن الله غني حيد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفشع الله يعذكم مغفرة منه وفتلا الله واسع عليم وفي الحكمة من يشاء فأي يتلكم فقد أرسي خيرا كثيرا أما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقة أو ندلة من ندر فإن الله يعلمه وما لهم من أنسور ينتبه الشدقات فإن ماهر أي أنتففوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم أو كفروا كل سيئاتكم أضعه بما تعملون خبيرا ليس على الذين أعملون ليس عليك أهداهم لكن الله يهدي من يشع وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بدها أو إلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وآت ولا تنمون للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يا سبيل الجاهل أرمياء من الضفف تعرفهم سيلاهم لا يسألون الناس إلى حافة وما تنفقوا من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أموالهم في سب أموالهم بالليل والنهار سروا وعلى نتاهم فلهم أجرهم عند ربهم ألا خاف عليهم ولا هم يهسدون الذين يأولون النبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه شيطان من المس ذلك بأنه قال إننا المير مثل الربا وحل الله البيع وحرم النبى فمن جاءه بعدكم من ربه فاته وفاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ينفيها وخالبان يحبوا الله الربا وربوا الصدقات الله لا يحيق كل كفار أخير إن الذين آمنوا وعملوا الشالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم وعمل ربهم ألا خاف عليهم ولا هم يهزنون يا أيها الذين آمنوا تقوى وذروا ما بطي من الرباء وقوتوا مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فأتنوا بحرب من الله ورسوله أي تبتوا فلقوا رؤوس أمالكم لا تظلمون ولا تتلمع وإن كان دوا سلتنا فندرة إلى ويسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى وقلون سما كسبت وهم لا يومدون يا أيها الذين آمنوا إذا تدعينتم بدين إلى أجل وسموا فقطبوا ويقضوا بينكم كاتب بالعدل وكاتبا أن يكتبت ما علمه الله فيكتب ويمن الذي عليه لحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيلا أو ضعيفا أو لا يستطيع عي من له فليم للولي هو بالعدل فستشهدوا شهيدي من الرجالكم وإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء أن تدل إهداهما أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأمى الشهداء إذا ما درى ولا تسأموا أن تكذبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسد عل الله وأقوم الشهادة وأددا ألا ترطابوا إلا أن تكون ديارة حاضرة كبيرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها واشتبوهما تباعة ولا يضع وكاتب ولا شهيل وإن تفعلوا فإنه مساق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها المطبوط وإن أمن بعدكم بعدها وليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربا ألا تكتب الشهادة أمي يكتبها فإنه آثم قاله أهماه بما تعملون علي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن يتبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله أيغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنان كل آمن بالله وملائكة وقدمه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يقلب الله نسى إلا يسعى لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخدأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حمده على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا وغفر لنا ورحمنا أنذى مولانا فانصرنا على القوم الغافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاممين الله لا إله إلا هو الحي الغير نزل علينا الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه وآزلت ثورة والإنجيل من قبل جدل للناس وآزل الفرقان إن الذين اغفروا بآيات الله لهم عدوا شديد والله عزيز مؤتبا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما 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 ينهل أم الكتاب وآخر وتشابهات أم الذين في قلوبه وزيئ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء في السنة وبتغاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألماب ربنا لا تزيي قلوبنا بعد إذا هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا يغب فيه إن الله لا يخلف الميعاب إن الذين كفروا لن تونعهم أمالهم لا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم بقوا من النار أدى بآل فرعان والذين منكم لهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الإقاب قل للذين قفروا سدونه ولا تنشرون إلى يهنم وبئس المهاب ونفع لكم آية في فعتين التقطع فعتين تقاضل في سبيل الله وأخرى كافرتي يرونهم مثليهم رأي العين الله يؤيد من أسره من يشاء إن في ذلك العبر تلئ للأوسر زين للناس هم الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقدرة من الذهم والفدة والخير المسومة والعنعام والحرس ذلك مطاع الحياة الدنيا الله الله وعنده وإسم المآمن قل أو نبوكم بخير من ذلك للذين اتسقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وردوان من الله الله رسير من عباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا خوفر لنا ذنوبنا وقد عذاب النار الصوبرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستوفرين بالأسحار حهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم ضائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومخبله الذين أوضوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءهم العلم ضايا بينهم أمن يغفر بآيات الله وإن الله سريع الحساب أين حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع أقول للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت إن أسلموا فقال إهددا وين تولوا فإنما عليك البلاء والله مصير بالعباد إن الذين يغفرون بآيات الله ويغضلون النبيين بغيرها ويغضلون الذين يأمرون في القسط من الناس أبنشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبتت عمالهم في الدنيا والآخرة ومعنهم من ناسرين ألدرين الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليأكم بينهم ثم يتولى ظريق منهم ومعنهم مالك بأنهم قاموا لا تمثل النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أكاف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وفت كل ناس ما كسبتهم لهم دلوان وإن أحمد مالك الملك تؤتل ملق ما تشع وتنزع ملك مما تشع فتعز ما تشع وتدل ما تشع يذك لخور إنك على كل شيء خطير في الليل في النهار وتغرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشع بغير حساب ما تخذ المؤمن على الكافرين العلياء من المؤمنين ومن يفعل ذلك فتغاء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقو من موتقى أو حاذركم الله نفس وإلى الله المسير ومن تخفونا في صدوركم أو تمدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير يوم تجد كلنا نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من رسول تغذل أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الله رؤوس بالعباد قل إن كنتم نحبون الله فاتبعاني يخبركم الله ويغفر لكم أبناتكم الله نفور رهي قل أطيع الله ورسول هيا هيا تولوا فإن الله عليم بالمبسدين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله الصفاء عدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ورية بعد ومن بعد الله سميع عليم وقالت امرأة عمرون رب إني ندرت لك ما في بطني محظرا فتغبل مني إنك أنت السميع العلي هلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنصى الله أعلم ما ودعت وليس هلما رب الأنصى وإني سميتها مريم وإني يعيدها بك ودريتها من الشيطاء مجي هتغبلها ربها بقبول حسن وامتها نباد حسن وقفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزق قال يا مريم وأن لك هذا وانت أهم عند الله إن الله هو زكريا شاعد غير حساب هلما لك دعا زكريا رب قال رب هل لي لن قد رضية طيبة إنك سبيع دعا فنادت الملاكة والرغاء ويصلي في المحراب أن الله بشرط في إحيان صديق بكلمة من الله وسيدا وهسورا ونبيا من السالحين قال قال رب قال رب 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 جعل لي آية قال آية لاب أمن أم يعني رب 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 ويصير مريم. وما كنت لليهم اذ يختسبون. اذا قولت الملائكة يا مريم ان الله لا شرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة. في الدنيا والاخرة ومن المقربين. اوليوا الناس في البحر وكهلوا ومنسوا على حين. وعلى اطرابي ان يقوم لي ولدي ولم ولم عزتني بشرا. قال كذلك الله يخلق لي شعى. اذا قضى الله فاننا يقول له قاو فيقول. ايه علمه الكتاب والحكمة والطورات والانجيل. ورسولا الى بني اسرائيل. اني قد نئتكم بآية من ربكم. اني اخلق لكم من الطير. فهي ارض الطير فانكم فيه فيقول بيرا باذن الله. واتروا لكم ما هو الابرس الوحي المتاب بذن الله. وننبعكم لما تأكلون وما تندخلون في بياتكم. ينفي ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. او صدقا لما بين يدي من التوراة ولأحيي لكم بعدا لن يهر عليكم مجيثكم بآية من ربكم. هاتقوا يا هوادوا. ان الله ربي وربكم فامضوا. هذا سراب مساقين. هلما وحس عيسى منه الكفر قال من انصاري الى الله. قال الحواريون نهر انصار الله. امنا لله اشهد بانا مسلمون. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فقد ونا الشاهدين. او مكروا مكر الله. او ما خير ماكرين. اذا قال الله يا عيسى اني وتوافيق ورافق اليوم تهرب من الذين كفروا. ودعن الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فهم اليوم رجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تخذرون. اما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخرة. وما لهم من ناسين. واما الذين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم انورهم. الله لا يحب الوالمين. ذلك نتوف عليك ذلك نتوف عليك من الآيات والذكر الحكيم. ين وسل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثرى ثم قال لحوق فيقول على حق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندو أبناءنا وأبناءكم ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأي فنجعل لعنكم غير على الأكادمين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحقيم. حينا تولى فإن الله عليم من المرسدين. قل يا أهل الكتاب تعالى وإلى قلمة سواء بيننا وبينكم أن ما نعلم إلا الله ولا نشط بني شيء ولا يتخذ بعدنا بعدا أرباطا من دون الله. وإن تولى فقولوا اشهدوا بأن ناسمون. يا أهل الكتاب المتحاندون في إبراهيم وما وزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تقلون ها أنظم ها ولا يحدث فيها لكم لي علم فلم تحاندون فيها ليس لكم لي علم. الله يعلم عنه فلا تعمل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من الشكين إن أهلا الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. هذا النبي والذين آمنا. الله ولي المؤمنين. قد الطابة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أرسهم ما يشعرون. يا أهل الكتاب وتغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب وتلمسون الحق بالباطل وتطوى الحق وآتوا. تعلمان. وقال الطائفة من أهل الكتاب لو دل ونقل وما يدلون إلا أفسهم ما يشعرون. يا أهل الكتاب المتلبسون الحق بالباطل وتكتم من الحق وانتم تعلمان. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا في الذي أمزل على الذين آمنوا وجهنها وفروا آخر أول علم من رجال. ولا تؤمنوا إلا لمن تبعزينكم. قل إن الهدى أهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أعطيته حاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل يد الله يؤتيه من يشعى والله واسعه عليم. يخدس برحمته من يشعى الله بالفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنتاني يؤده إليه. قبلهم من إن تأمنه بدينا للا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قرروا ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله لكبدوهن يعلمان. بدا من أعصاب رهده والتقى فإن الله يحيم المتقين. إن الذين اخترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا كليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ياذر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريق يلوى ألسنتهم بالكتاب لتأسمون من الكتاب وما هو من الكتاب. هو نور الله ومن عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله القدر وهم يعلمان. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والهجم والنوة ثم يقول للناس كونوا كونوا عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم لترسون. ألا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أرهابا. أي أمركم بالكفر بعد إذا كنتم مسلمان. ويخرى الله من ساب النبيين لما راتيتكم من كتاب وهمت ثم جاءكم رسول مصدق لما مصدق لما مأكم لتؤمنوا النبي ولتنصروا. قال أكرركم واخدوا على ما كنتم من الشاهدين. فمن تغلى بعد ذلك هؤلاء لهم الفاسقون. فما ربي لله يقول وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وطره وإليه رجعا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل وإسحاق وياكوب. إسماعيل وإسحاق وياكوب والأسماعيل والأوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين أحدهم منهم نحن له مسلمان. ومن يبطع غير مسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي له قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنه سول حق وياهم البينات. الله لا يهدل قوم الظاهبين. أولئك لهم. أولئك جزائهم أن عليهم لعنة الله والملاكة والناس جمعين. خالدين فيها. لا يخاف فانهم العذاب وبعهم يؤمرون. إلا الذين تابوا وأصله يضينوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. أصلحوا فإن الله غفر رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا لك تقبل طيبتهم. وأولئك هم الضوال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفروا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبوا ولو استدادهم. أولئك له عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ترجمة نانسي قنقر